شيعة للحجة ابن الحسان وشيعة لمراجع حوزة الطوسي في النجف شيعة الحجة ابن الحسان يحكمهم العقل الزهرائي منابعه مزدوجة ما بين مفردات الغدير الأول والغدير الثاني الغدير الأول غدير علي والغدير الثاني غدير القائم صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين شيعة مراجع النجف يحكمهم العقل السقيفي مزدوج في مفرداته ما بين مفردات سقيفة بني ساعدة ومفردات سقيفة بني طوسي إنها الحوزة الطوسية النجفية المرجئة البترية المقصرة التعظيم في الجهة الأولى والتقزيم في الجهة الثانية للمشروع المهدوي وهو في أصله في الجهة الأولى تعظيم للإمامة التي هي شأن من شؤون الإمام أما في الجهة الثانية فهناك تقزيم هم مقصرة المقصر مقزم يقصر يقزم البتري يبتر يقزم هذا هو المنهج المرجئي البتري المقصر المقزم المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم تسلسل الحديث حتى وصلت في الحلقة الماضية إلى جولة ما بين آيات الكتاب الكريم رسمت من خلالها صورة ولوحة لبرنامج صناعة الفرد الإنسان وهذا البرنامج ينفذه رجل الدين الإنسان مثلما حدثتنا سورة الجمعة عن رجل الدين الإنسان وعن رجل الدين الحمار رجل الدين الإنسان ينفذ برنامج صناعة الفرد الإنسان لتكوين المجتمع المجتمع الإنسان ورجل الدين الحمار وهو مرجع حوزة الطوسي ينفذ برنامج صناعة الفرد الحمار أتحدث عن البشر الحمير صناعة الفرد الحمار تقود إلى تكوين المجتمع الحمار إنه مجتمع مجتمع الحمير البشر الذي يتزعمه رجل الدين الحمار هذا هو منطق القرآن ومنطق ثقافة العترة الطاهرة رسمت لكم صورة لبرنامج صناعة الفرد الإنسان من خلال جولة في آيات الكتاب الكريم ثم شرعت في رسم صورة لبرنامج صناعة الفرد الحمار من خلال ما عرضته آيات الكتاب الكريم لكن الوقت لم يسعفني كي أكمل رسم تلك الصورة وصلت معكم إلى الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة من صورة الحجر وما بعدها حيث الحديث عن جانب عن جهة من برنامج صناعة الفرد الحمار قال ربي إنه إبليس والآيات في قصة إبليس قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ الآية الأولى تتحدث عن جانب من برنامج صناعة الفرد الحمار والآية والآية التي تليها فيها إشارة إلى برنامج صناعة الفرد الإنسان إلا عبادك منهم المخلصين من سورة الحجر سأذهب بكم إلى سورة النساء وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة أيضا فيما يرسمه إبليس لصناعة الفرد الحمار ولأضلنهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام التبتك التقطيع ولآمرنهم لأضلنهم فليغيرن خلق الله هذه صور جهات تطبيقات للبرنامج للبرنامج الإبليسي لصناعة الفرد الحمار والذي ينفذه بشكل مباشر رجل الدين الحمار لأن إبليس قد طبق البرنامج عليه أولا وبعد ذلك دفعه لتطبيق البرنامج على أتباعه على أبناء الأمة ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله أنا لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآيات الوقت لا يسمح لي أن أذهب في تجاويف تفاصيل هذه الآيات إنما هي جولة سريعة ما بين آيات الكتاب الكريم ومن سورة النساء إلى سورة الإسراء وإلى الآية الثانية والستين بعد البسملة من سورة الإسراء وما بعدها قال والقائل إبليس الذي رسم برنامج صناعة الفرد الحمار بدقة متناهية وقد أتعب نفسه كثيرا إبليس على صناعة رجل الدين الحمار وَأَخْرَجَهُ بِصُورَةٍ تجعل الحميرة من أتباعه من أتباع رجل الدين الحمار تجعل الحمير من أتباعه يقدسونه ويعظمونه وفي الوقت نفسه يقزمون الإمام المعصوم ويقزمون مقاماته ويقزمون مشروعه هذا هو برنامج رجل الدين الحمار تعظيم لرجل الدين الحمار وتقزيم للإمام المعصوم تعظيم لبرنامج رجل الدين الحمار في صناعة الفرد الحمار وتقزيم لبرنامج الإمام المعصوم تقزيم للمشروع المهدوي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي إبليس يخاطب الله سبحانه وتعالى قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا لأحتنكن ذريته إلا قليلا حنك واحتنك الكلام يرتبط بحنك الدابة في أصله وحنك الدابة حنك الحيوان مقدم رأسه بوزه بوز الحيوان بوز الحيوان مقدم رأسه حنكه اللجام والسلسلة والحبل كل هذه الوسائل التي تستعمل للتحكم بقياد الدابة أين توضع توضع عند حنك الدابة في مقدم رأسها في مقدم رأس الفرس في مقدم رأس البغل في مقدم رأس الحمار يوضع اللجام يوضع الحبل توضع السلسلة تلك هي عملية تحنيك وعملية احتناك فحنك الدابة وضع اللجام في حنكها واحتنك الدابة أيضا هناك معنى لاحتنك أي استأصل الأمر من جذوره فيقال من أن فلانا احتنك أموال جاره مثلا أي استأصلها أخذها بكاملها لم يبق منها شيئا احتنكه قضى عليه لكن الآية هنا تشير إلى المعنى الأول من أن إبليس يتحكم بالإنسان مثل ما يتحكم راكب الدابة بالدابة إنها عملية الاستحمار عملية الاستحمار يحدثنا إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه في تفسيره الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله الطبعة طبعة ذوي القربة قموا المقدسة الطبعة الأولى الحديث في صفحة 366 رقم الحديث 270 حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وآله فالصراع ما بين الإنسان وإبليس صفحة 367 أقرأ عليكم جانبا من حديث رسول الله حيث يخبرنا عن صراع المؤمن عن صراع الشيعي مع إبليس مرة يفوز ومرة يخسر فإن بقي هذا المؤمن هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله فإن بقي هذا المؤمن هذا الشيعي على طاعة الله وذكره وطاعة الله وذكر الله هي طاعة إمام زماننا كما يقول باقر العلوم صلوات الله عليه ذروة الأمر وسنامه وهو يحدث زرارته والرواية في الجزء الأول من الكاف الشريف ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته هذه هي طاعة الله في أجل صورها هذه الكلمات يجب يجب على الشيعي أن يخطها أن يخطها بقلم العقيدة في صحائف عقله وصحائف قلبه ووجدانه وضميره أبو جعفر الباقر يقول ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء باب كل شيء يا بقية الله ذروة الأمر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته هنيئا لي وهنيئا لكم هنيئا لي وأنا أردد هذه الحروف وهنيئا لكم وأنتم تسمعون هذه الحروف هذه حروف فاضت بها شفاه الباقر صلوات الله وسلامه عليه إنها تقطر قدسا وحكمة وطهارة ذروة الأمر هذه أنشودتي في الحياة وهذه هي الأغنية التي تطربني في ليلي ونهاري في يقضتي ونومي في كل حالة من أحوالي في خطأي وصوابي في حكمتي وسفاهتي فيما أعلمه وفيما أجهله يا بقية الله وحق جبينك طاهر هذه هذه هي عقيدة ذروة الأمر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته أعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا يقول سيد الوجود سيد الكائنات محمد صلوات على محمد وآل محمد فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله هذه عنوين التمسك والمرابطة في فناء إمام زماننا فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله بقي على إبليس تلك الجراحات هذه معركتنا مع إبليس وهذا هو سلاحنا الصلاة على محمد وآله في ضوء المعرفة التي تستند إلى العقل الزهرائي الذي بناؤه مزدوج ما بين مفردات الغدير الأول والغدير الثاني ما بين علي والقائم صلوات الله عليهما وآلهما فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله بقي على إبليس تلك الجراحات وإن زال العبد عن ذلك ابتعد عن فناء إمام زمانه بحسب برنامج صناعة الفرد الحمار الذي ينفذه رجل الدين الحمار مرجع الدين الحمار نيابة عن إبليس ما هو بنائب عن صاحب الزمان مرجع الدين الحمار هو نائب عن إبليس في تنفيذ برنامج صناعة الفرد الحمار وإن زال العبد عن ذلك بسبب برنامج التقزيم العقائدي فبرنامج التقزيم العقائدي إنها منظومة أصول الدين الخمسة هذا هو برنامج التقزيم العقائدي برنامج صناعة الفرد الحمار عبر مرجع الدين الحمار في حوزة الحمير أنني أتحدث عن الحمير البشر عن البشر الحمير لا أتحدث عن الحيوان الحمار هو أجل أجل وأعظم وأقدس من مرجع الدين الحمار وإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه وأعظم المخالفة هو الابتعاد عن منهج محمد وآل محمد أعظم المخالفة وأسوأ المخالفة لله سبحانه وتعالى حينما نسير في برنامج التقزيم العقائدي ونهجر برنامج التعظيم العقائدي وإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه اندملت جراحات إبليس اندملت وبعد أن تندمل جراحات إبليس اندملت جراحات إبليس ثم قوي على ذلك العبد تغلب عليه حتى يلجمه حتى يحتنكه لأحتنكن ذريته إلا قليلا حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه ثم ينزل عنه ويركب على ظهره شيطانا من شياطينه إنه إنه نائبه إنه مرجع الدين الحمار يركبه على الأتباع الحمير أتحفون 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 بالوثيقة الديخية الكمالية المرجعية الحوزوية النجفية المبارك ترجمة نانسي قنقر يعني خلافة أغميشيني كما دون خلافة أغميشيني ترجمة نانسي قنقر أغميشيني فقوش ديخ تعرف ديخ فقوش ونص عباط كنا على تفاو وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسمان عرضا قال تركب مثل ما تركب نعم غاية ديخ ومش لا لا معلم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا في الواقع الشيعة والله هذا هو واقع الشيعة أغميشيني